أظهرت دراسة حديثة نشرتها صحيفة فوركس الأمريكية أن 85% تقريبا من إجمال المشتريات الاستهلاكية تجريها النساء وهو رقم يهبط في الشرق الأوسط إلى حدود 54% ما يعني أن المرأة العربية باتت مسؤولة من طرف الزوج أو الأهل على المشتريات وأشرت الدراسة في تحليل لهذا الرقم إلى أن نتائج الدراسة تلغي انطباعات متراكمة تقول أن المرأة لا تستطيع أن ترشد أو ترشد استخدام بطاقات الإثمان بسبب اهتمام بها بالتسوق وعدم قدرتها على تحليل أولويات الإنفاق